الكصة كصة محمد عواد بص بقى انا هقولك الخلاصة فيها كصة محمد عواد تصوري ان فيها سوء اتصالات او سوء تفاهم يعني يبدو في الامر انه محمد عواد الطلب او اتفاق كان بين فريرة وفيتوريا انه يكمل مع نادي الزمالك عشان هو الحارس الاساسي ومحمد سبحانه يقايد افريقيا وبالتالي محمد عواد الزمالك محتاجه في الفترة القادمة عشان دور التمهيدي في دوري ابطال افرق وممكن يبقى ليه دور في المستقبل وممكن لا الله اعلم ممكن لا يعني ممكن لما ييجي بقى يبقى الظروفه تسمح ان يخش المنتخب يقول يقولك لا والله انا مش شايفه حارس كويس هتقول ليه محمد عواد مش حارس كويس هقولك طبعا لا حارس كويس اكيد حارس كويس ده هو افضل حارس في المباريات الاخيرة في الدول المصري باكتساح يعني باكتساح مستوى رائع ومميز دي نظريت انا ونظريت حضرتك ونظريت اللي جنبك ونظريت ملايين المصريين لمحمد عواد المدير الفني ممكن يشوف حاجة تانية في المستقبل لكن المرة دي انا بقولك ان فيه سوء فهم ما يعني محمد عواد ما يعرفش او ما تقلوش انه انت بس ما اقول لك هولد شوية ان انت يعني اقعد معايا في الفرق الوقتي شوية في نادي الزمالك بس بعد كده هتروح المنتخب يعني محدش اقال له وبالتالي هو طلع النهاردة كتب تويتا وقال انه هو مفيش كلام انه فيه اتفاع والكلام ده كله وانه هو زعلان انه هو ما راحش منتخب مصر بصراحة شديدة وانا قلت الكلام ده على قبل محمد عواد وهقوله على محمد عواد انا ضد اي لعب بصراحة شديدة ضد اي لعب يبين زعله لعدم الانضمام لمنتخب مصر قلت الكلام ده لما كوكا كتب قلت الكلام ده لما محمد ابراهيم كتب الكلام ده في أوقات سابقه أي لعب هيخش يقول أنا زعلان لما انضمتش لمنتخب مصر ده معناه أنه هو بيقول أن اللعيبة اللي في منتخب مصر هيقل مني حتى لو ما يقصدهاش وأكيد محمد عوالب من اللعيبة المحترمة جدا أكيد ما يقصدهاش بس أنت بتقول ليه للحراس اللي موجودين في منتخب مصر يعني أنت كنت نفسك تبقى موجود أو أنت شايف أنك زعلان أنك مش موجود فإحنا كده مش كويسين الحراس اللي موجودين في المتخب دايق خاصة لو كان واحد متقلق زي محمد عوالب طبيعي متفاهم ده بس مش لازم تطلع تقوله مش لازم تطلع تبينه ازعل بينك وبين نفسك كلم ناس في الجهاز اللي في منتخب مصر وقول لهم أنت دهيت أنا كان نفسها موجود فالناس توضح لك وتشرح لك مثلا لكن بلاش كلام على تويتر على السوشال ميديا على التلفزيونات أنك زعلان أنك ما انضمتش لمنتخب مصر كلام ده على عوالب وغيره أي لعب أي لعب طلعش قبل تقول لك زعلان عشان كل اللعيبة اللي ما انضمتش المنتخب مصر زعلانة كلها حتى اللعيبة اللي ما شافش المنتخب ولا مرة هيبقى زعلانة عشان كان متصور لأنه كان ممكن ياخد فرصة أولى أي لعب هي مكافأة للجميع أول ما القائمة تعلن اسمي مكتوب ولا لا ما لقيتش اسمي مكتوب هتدايق بس مش لازم كل واحد يتدايق حيكتب هي دي بس اللي وخدها على العواد بس ليه حق يزعل طبعا ليه حق يتدايق طبعا لو ما فيش أو يعني الاتفاق ما وصلش لي محدش قال له عن الاتفاق ده ليه حق يزعل متقلق هو الأفضل في الدور المصري في آخر مثلا أسابيع أو آخر شهور باكتساح كمان بفرق كبير عن كل اللي حواليه فطبيعي احنا كلنا كل المتوقعين محمد قد يبقى في قائمة المنتخب خلاص ده حقه اللي مش حقه أو مش اللي مش حقه اللي يؤخذ عليه ولو بحاجة بسيطة إنك ما تطلعش تقول ده رأي ما تطلعش تقول ما تكتبش حاجة ما تقولش حاجة ما خلاص اللي حصل حصل عشان بس نشجع اللي موجودين اللي في القائمة يتشجعوا ده مع أسكر أول الراجل لسه بيتعرف على اللعبين بيشوف اللعبين وممكن يبقى معاه تلات حراس مرمى دلوقتي كلهم رائعين وكلهم كبار محمد الشناوي وأنا سعيد جدا اللي عودت أحمد الشناوي المستوى مع برامد وعودته مرة أخرى للمنتخب عشان هو حارس كبير ومهم ومحمد الصبح الحارس الموهبة الرائعة ممكن بكرة يلقى ليشوف التلاتة ما يعجبوش التلاتة هتقول لي مش عاجبوه محمد الشناوي وقال لك يعني بقول مثلا خيال يعني ما يعجبوش أحمد الشناوي مثلا آه مثلا خيال محمد الصبح خيال فاستنى الفرصة ده محمد عودت حديدا من أكتر حراس المرمى اللي سبره وسبحان الله ربنا دايما بيكرمه سبر مع نادي الزمالك مرة واثنين وثلاثة بكل ما بيشارك بيتقلق ويبدع فازبر هتجي لك هتجي لك وزعل بس دار الزعل جواك أو كلم حد في جهاز المنتخب وفتفض معاه هاوريكو دلوقتي البوست اللي كتبه محمد عود بخصوص هذا الأمر البوست اللي يعني باين في زعله وباين في ديه وإن كان بصراحة شديدة برضه عشان ما نبقاش بنجي على الراجل يعني هو البوست ما فيوش حاجة يعني ايه فيه إساءة ولا فيه تجاوز يعني بس باين زعله وهي دي بس اللي بتيجي علينا ما تباينش زعلك حتى للتوضيح اتفاجئة بعد إعلان قائمة المنتخب مصر بأخبار على السوشال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاق بين المنتخب وميستر فريرا وهذا عالي تماما من الصحة بعد التواصل والتأكل من ميستر فريرا أنه لم يتم التواصل معه تماما وهذا الأمر أحزاني كثيرا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر مش وإحنا كان في سنتنا تمثل منتخب مصر وإن شاء الله محمد عواد الفترة اللي جاية يبقى موجود مع منتخب مصر ده معسكر مجرد معسكر اللي مبراتين والدقيتين وراجل بيتعرف على اللعيب ربما شوف أنا بقولك ايه ربما مش بس اللي محمد عواد اللي بقى اللعبين ربما الراجل فيه لعيبة هو ضامن إنها كويسة يعني مثلا ممكن يقولك ايه أنا ضامن إن محمد عواد كويس أنا ضامن إن فلان كويس أنا ضامن فلان كويس كده كده هاخده من المعسكر اللي هيبه فيه مطشط رسميه بس المطشط الوديه دي والمعسكر ده اللي عايز بس أتعرف على اللعيبة اللي أنا مش عارفها مثلا الله أعلم يعني أنا معرفش راجب فقط إزاي وممكن وممكن آخر حاجة بقى البص أقصى اليسار الراجل مش معجب بمحمد عواد ده أقصى اليسار يعني مش معجب بمحمد عواد هو حر نحاسبه بقى لما النتاج تبقى لقدرة ده سيئة لما يخسر نقوله ما انت عشان ما خدتش فلان وفلان ده كان أفضل من فلان لكن لحد ما يلعب ولحد ما يقدي ندعم ونساند كل اللي موجودين في منتخم مسرش كلهم لعبين كبار ولعبين مميزين